دي الاهلي تعرض لظلم؟ معه الظلم ده انواع يعني فيه ظلم بشكل عام يعني داخل الملعب وخارج الملعب وكل حاجة لا احنا باتكلم بشكل عام معك لا هي مسألة مش مسألة بتظلم الاهلي هو انت بتجامل فريق بس ما بتاخدش بالك ان انت عشان تريح حد تمام ممكن تتيجي على حق حد ده مهم ايه في المفهوم يعني مثلا في بيتك انا باتكلم في الاطار الصغير وبعدين الاطار الكبير في بيتك ممكن تجامل ابنك وهو ابنك بس خلي بالك انه ممكن دايب على حساب احساب ابنك انا ما ينفعش تعمل اه اوكي انت مسؤول عن المنظومة الرياضية ما ينفعش حد يكلبك تمام فتقول له اوكي حاضر ما فيش مشكلة اجلوه حلق اعرف انت اجلوه اجلوه يمكن يغلو ولا عيك فكرة انت ربص عادي قاله فيه فيلسوف طلع في اليونان كده يعني يقول له اشتروه يمكن يغلو ولا عيك فما ينفعش ان انت تقول كلمة كده يعني من باب ان هي بتريح الطرف الاخر لا يا حبيبي لا يا حبيبي ده فيه جدول وفيه نظام وفيه اندية عشان كده بقولك موقف الاهلي هو موقف للتاريخ على فكرة في حتة نظام وانتظام المسابقات نظام وانتظام المسابقات ما فيش واحد يطلع يقولك انا هاجل لحتة الفرنية مش انا اكتر نادي على مستوى الاندية الافريقية مش الامصرية بس اكتر نادي على مستوى الاندية الافريقية شارك في عدد من اللقاءات الافريقية من 2005 لحد الوقت في الخمساشر سنة طبعا طبعا ولا فيها كلام دي مثلا ولا حاجة لا ما فيهاش كلام دي لا ما فيهاش كلام دي متأكد متأكد تاني متأكد تاني يا بيه تاني متأكد يا بيه اه فاكتر نادي شارك في البطولة الافريقية انا بقولك حط جدول منتظم منتظم احنا في 2015 دخلينا ع 2020 لو عندك مشاركات افريقية ادي خمس ايام قبليها وخمس ايام بعديها بس خلص خلص انت عندك النهاردة كل الخطوط الطيران يعني لو بلاد افريقية بتنزل اسيوبيا وبعد كده بتاخد حتة تاني يعني احنا المتضررين لكن عشان انتظام البطولة ونظام البطولة ما يتأثرش لا يعمل كده فيش حاجة تقول لي اسمع اجل غير مسمى مش عايز اسمعها دي خلص مش عايز اسمعها مش عايز شوفها مش عايز شوفها ليه لأنا هيتقل بتليفون او بورقة او بكتاب ويتأجل المؤجل للمؤجل 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 فهمي فحش وبالتالي كل النادي الاهلي محتاجوا خلال هذه الفترة اللائحة ان تكون هناك لائحة للمسابقات خلال المسب اللي بيعمله النادي الاهلي هي مراعاة لحقوق النادي الاهلي في المقام الاول ثم حقوق باقي الاندية لو الاندية كلها فكرت دقيقة واحدة بس هي حقوق لباقي الاندية هي الاندية يعني ما هو يا اسلام الدوافع الدوافع والحالة قبل المباريات يا اسلام تمام؟ دي من تكافأ الفرص عارف الشرح يعني يعني أنا أقصد دي؟ لا يعني مثلا فرقة لعبة الأهلي بعد 72 ساعة بإجهاده بإصاباته يا رجل دي احنا وصلنا للمرة ان احنا عندنا 14 لعيب 17 بتتكلم في عدد تكافأ فرص هل نفس الفرقة دي لو تأجلها المطش ده وجات لعبة الأهلي بعد شهرين تمام؟ بال 17 واحد اللي رجعه هيبقى حالة الأهلي نفس الحالة؟ طب خلينا ممكن أرد عليك النقطة دي معلش نعتبر نفسنا برضه عشان نتكلم كلام الناس كله يقولك طب ما هو الأهلي تأجله مبارياته لغاية لما جاب لعيبة في شهر واحد ايه المباريات اللي تأجله؟ ده هو بيقولك لعبه ما بص انت عارف المشكلة في ايه يا اسلام المشكلة انه الناس بتفضل ترد بالضبط عشان كده انا هنحبك تبقى قدامي ونرد طب تعال يا سيدي اه هنالعبت يوم 28 لعبت يوم 28 11 بعد ماقول لنا عرب 28 11 2018 2018 اه اوكي خلاص؟ ماقول لنا عرب دولت في المركز الكامل الخامس؟ دي اول مباراة لابتاها تمام؟ بعدها بثلاثة يام كنت بلعب مع بترجيت بترجيت ساعتا كان متعدل مع برامت ما كانش في الوضع ده خالص وكان متعدل مع الزمالك اللي هو التاني والتالت نعم نظبوط في الترتيب يعني دلوقتي اوكي؟ يوم كم؟ يوم واحد يوم واحد واتناشر يوم واحد واتناشر وبعدين لعبت يوم خمسة مع الجون ولعبت يوم تسعة مع طلع الجيش ثم لعبت مع النجوم تمام؟ وبعدين كان عندي مباراة مع امبي لو تنزاكت بعد ما رجع من افريقيا على طول المباراة دي مش تأجلت المباراة دي تأحلت كم يوم علشان احنا كان عندنا مباراة مع جيمة يوم واحد واتناشر ولتحد أفريقيا خلها 3 واتناشر خلها 23 صح وبعدين لعبت مع الداخلية يوم آآ تمانية واتناشر مم اوكي؟ وبعدين لعبت مع بيرمتز يوم كام؟ يوم واحد يوم اربع واحد يوم اربع واحد ماشي؟ لما لعبت مع آآ مع بيرمتز يوم أربع واحد كان مين السفقات بتاعتي؟ مم كانت قابلة بتاريها بسيTH كان رمضان صبحي. من اللي لا بالتشكيل؟ أقول ليك التشكيل كان مين؟ التشكيل كان أحمد الشناوي، كان كريم ندفت، محمد الشناوي ياسف، كريم ندفت، بكريت، وكان عندك محمد هاني سردباك، وكان علي معلول وأيمن أشرف، وفي نص الملعب كان عندك ناصر مهر، وكان عندك حسام عشور وهشام محمد، ورمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ. مين من الصفقات الجديدة؟ محمد الشناوي مبدأ معك من ثلاث سنين معك؟ رمضان صبحي بس أعتقد الصفقة الجديدة الوحيدة. هو رمضان صبحي. مباراة مهمة أعتقد زي بيرميدز واحد من أفضل الفرق اللي موجودة في بيرميدز. طبعا، فانت بتتكلم في يناير تمام، هو دي الصفقة اللي لاعبت، بعدها بأربعة أيام كان عندنا سموح، دخل جيرالد وبقى وبتاعه كده وهكذا، وبعدين في آخر يناير لعبنا مع مصر المقصد، فإذا انت لعبت عدد من المباريات كان فضل لي كام مباراة أصلا، يعني كان عندي مهودة مهمة جدا برضا، كان عندي كام مباراة، كان عندي حالي أربعة أو خمس مباريات اللي فضلين. اللي لعبت بالصفقات الجديدة كلها تعريبا؟ بالصفقات الجديدة. عشان كده انت بتقول لا الكلام ده ليس له صحة أساسا؟ في شهر يناير، تمام؟ يعني في شهر يناير، يعني أنا ما أجلتش مباراة بعينها يعني ما قلتلوش أجلي الزمالك لحد ما أجيب صفقات ما حصلش. ما قلتوش أجلي آآ في المصر؟ يوم ربعة واحد. سألي بس. هو الإسماعيلي، مش لعبته قبل يناير؟ الإسماعيلي؟ آآ قبل يناير؟ لعبت المصري قبل يناير، لعبت الانتاج الحرب قبل يناير، لعبت ودي ديجل قبل يناير. وبرامدز يعتبر برضو يعني هو برمضان بس. فأول يناير، فأول يناير. بس رمضان بس يعني اللي دخل، انت عندك وتساعتها جاي برمضان وحسين وجيرالدو. لا حسين كان لسه مجاش أصلا. آآ يعني كانوا لسه هيخشه يعني. حسين جاي يوم تمانية أو تسعة. آآ آآ. كانت أول مباراة ليه كانت مباراة فيتا كانت يوم اثناشة. آآ. يعني جاي بعد مباراة برامدز حسين. آآ. ودخلنا في يناير. ودخلته فيها. هو رمضان. هو رمضان اللي وحيدة للعبة. البداية كانت رمضان. وآحمد الشيخ كان ناحت تانيا وناصر مهر قدامهم كان وليد آزارو. وليد آزارو. كتأول مباراة تقريبا كمان لوليد. وشياء محمد وحسوم عشور. آآ. كتأول مباراة الوليد كان بقاله فترة طويلة وكان لسه راجع من الاصابة. كان لسه راجع من الاصابة. صح? كان لسه راجع. كان لسه راجع ترد الكلام على الناس تحفظه فتبدأ تقوله بس خبارك كم ناس بتقول انت بيش تسمع الكلام ده بتسمع الكلام ده بس وانت امان اقول لك يعني مكانة الاهلي وقيمة الاهلي وتاريخ الاهلي خلي الناس كتير او تتكلم يا هم طيب من وجهة نظرك يا كابتن سيد او امتى النادي الاهلي او هل بالفعل بدأ النادي الاهلي خطوات لبناء فريق جديد بالصفقات الاخيرة اللي جابها سواء في الصيف اللي فات او في الشد احنا يعني يمكن باستثناء بس حتة الحتة الافريقية دي اللي كانت صعبة اوي لكن على المستوى المحلي رقميا مقبول جدا انت في الدور التاني من اصل 45 نقطة الدور التاني خمستاشر ماتش احنا فضلنا ماتشين مقاولين والزمالي في الدور التاني احنا فقدنا خمسة اخدس. في الدور التاني. دور التاني كاملة. الدور التاني كله. اوكي. بتعادل مع الاسماعيلي وهزيمة من ده دور التاني. مطشرة الدور التاني. نعم. تمام. فا اه في حين ان انت الدور الاول فقدنا انت عندك كم نقطة? عندك حوالي اه اه اربعة وسبعين. اربعة وسبعين. اربعة وسبعين من اصل كم نقطة? من اه من اربعة وثلاثين مباراة. اربعة وثلاثين مباراة يعني انت بتكلم في مية واثنين آآ آآ نقطة مزبوط. مزبوط. ولا انا غلطان. آآ. اربعة وثلاثين. اه. لا اتنين وثلاثين. احنا لعبنا اتنين وثلاثين. آسف. اتنين وثلاثين يعني انت بتكلم من قصة ستة وتسعين نقطة. آآ. ستة وتسعين نقطة يعني فقدنا آآ. وانت عندك اتنون وعشرين. اتنون وعشر نقطة. سبعة عشر نقطة منهم في دور الاول. تخيل? آآ. ده معدل كبير جدا. آآ. يعني ما اعتقدش ان احنا مسلا فقدنا من فترة طويلة في الدور الاول. آآ. لكن دور التاني انت تعادلت مع الاسماعيلي وتعادل واخسرت آآ من آآ من بيرامز. آآ. ممكن يبقى فرصنا في التتويق في الدورة الكبيرة جدا. آآ. لكن انا بقول ان الامر صعب جدا. مش سهل. صعب لان انت قطعت الموضوع. آآ بتتكلم على فترة زمنية كبيرة قوي. آآ. تمام? هتتطلب استعداد كبير قوي ومهم جدا وتركيز عالي جدا جدا جدا. آآ. عشان تخش في الامور التدريجية بتاعت الامور الفنية. آآ. يمكن وانت بعيد في شهر يناير وشهر اتناشر. اللي فاته وتعدين ديسمبر ويناير. كان في رؤية ان انت هتلحق بالموضوع باسمك ومكانتك وتاريخك والمواقف اللي اتعرضت لها بالشكل ده. هم. لكن احنا قربنا من البطولة صحيح قربنا بالبطولة لكن بقولك ان البطولة صعبة جدا جدا. عايزة شغل كبير اوي اوي منا كجهاز ومنا كمان كى لعيبة. مهم جدا. آآ. تبقى في قمة تركيزك في المباراتين اللي هتلعبوه لما يترجع من بن في وقتهم يعني بيزنان. طيب آآ برضو عايز عرف هل ده الموسم الاصعب بالنسبة لك. عاصرت موسم كتيرة جدا. لكن هل ده الموسم الأصعب بالنسبة لك؟ طبعا. بالنسبة للعباء يعني بالنسبة لكم كفريق كرة قدم؟ طبعا. هو موسم قريب من موسم 2011. لكن ده أصعب من 2011. قريب من 2011. لكن ده أصعب من 2011. ايه صعوبته بقى كابت سايد؟ صعوبته في حاجات كتير قوية. صعوبته في توقيت انت جيت فيه. كان فيه عدد كبير جدا من من الإصابات. انت ذكرتها وعملتها وقلتها. سبعتاش? انا جينا كان عندك كان عندك التلاتة البكريت بتوعك مصابين. يعني كان عندك احمد فتح مصاب. كان عندك اه اه محمد هاني في وقت ملاواتك المصاب. ومسم علي مصاب. فبتلعب بكريم. كان عندك عدد كبير جدا من السردباجة بتوعك اه مصابين. روس حربة. كان عندك الروس حربة. احنا في وقت كتير جدا من لا بنجي براس حربة. كان هو وليد سلمان. وليد سلمان او رمضان صبحي. ماتش اسموح. او رمضان صبحي. في شبيبت الجدول اليوم من عدم الليع بقى. كان لنا شعبات كتير قوي. صعوبات في الجدول وضغطته. صعوباتك حتى في أمور التعاقدية حتى في يناير. يعني . من 2000 لي 2004 عملنا فريق من 2000 الـ 2004 حوال نحوال تعالى حوالي العو Chad 25 أو ساعتين ونصف عملنا فريق كوش اللي اخدوا الكورية على كل البطلات ومحلية وكتين تطبعا منهم لحد ما وصلنا 2005 في 2014 لحد بداية أو آخر 2015 عملنا فريق ساد برضو الجزء المحلي بشكل كبير جدا يعني المسؤول الدوري والكاس وهكذا انت عملت في 40 يوم 40 يوم بالزبط انت عملت من 17 11 لحد يوم 28 12 عملت بداية فريق ان شاء الرحمن ينطلق بشكل كبير جدا هل وصلنا للي احنا عايزينه بلسبة 100 في 100 لا لسه لسه عدد من النسبة المقوية اللي احنا متخيلين أو اللي احنا عايزينه هيتمثل في اللعيبة ان شاء الرحمن اه طبعا في اللعيبة الموجودة أو بعض اللعيبة بعض المراكز الولايلة مش كتير بما اننا بنتكلم بمنتهى الصراحة النهاردة كانت في ناس برضو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة